سائل يقول فوضني أحد الأشخاص بتوزيع مبلغ من المال على بعض مصارف الصدقات الجارية كمسجد ملك الطبي ونحره وفضيلاتكم تعلمون كثرة المساجد في بلادنا بل والتباهي في بنائها وتشهيد المآذن ورفعها في حين يوجد كثير من الأسر الذين لا يستطيعون سداد فواتير المياه والكهرباء والغاز فضلا عن سداد قيمة الإيجار وهناك الكثير من المرضى بالمنازل في أمس الحاجة إلى أدوية أو نفس أكسجين ولا يستطيعون الذهاب للمستشفيات لعدم قدرتهم المادية فهل تكون الأولوية لهم؟ الجواب على الرغم من أهمية ما تذكر ومسيس الحاجة إلى إغاثة الفقراء والمعوزين من المرضى وغيرهم وأن هذا المصرف هو أهم مصارف الصدقات الواجبة وأكدها على الإطلاق إلا أنه ليس لك يا رعاك الله أن تخج عن حدود تفويته ووكالته هذا يشبه الوقف وشرط الواقف كنص الشارع وقد جرد عمل عند أئمة الإسلام وقضاة المسلمين على أن شروط الواقف ينبغي العمل بها ولا يجوز تعطيلها ولا تبديلها ولا تغييرها ولا تحريفها وهذا كالمجمع عليه فلا ينبغي لك تغيير وقفه وشرطه إلا بترتيب معه فانصح له وتشاور معه في هذا الأمر فإن قبل نصحك وإلا فهو سيد قراره في ماله وصدقته ووقفه